أثار قرار المحكمة الإدرية العليا بفصل ثلاثة من العاملين بالهيئة العامة للبريد بالسبب إضرابهم عن العمل قبل أكثر من ست سنوات جدلا واسعا بين الأوساط الحقوقية الجدل سببه حكم آخر قضائي من المحكمة ذاتها يتعارض مع الحكم الحالي حيث أجاز الحكم الأول الإضراب بجميع أنواعه لجميع العمال والموظفين وأكدا أنه حق دستوري وغير مخالف للشريعة الإسلامية مما دعا عددا من المحامين الحقوقيين للمطالبة بأحالة هذه الأحكام المجمعة إلى دائرة توحيد المبادئ لإصدار مبدأ موحد بشأن هذه القضية نشاهد هذا التقرير ثم نعود لنبدأ النقاش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نرحب عبر الأقمار الصناعية بالأستاذ محمد عادل سليمان المحامي والحقوق حكمين ربما يكونوا متناقضين حكمين أحدهم بيحل الإضراب أو بيجوز الإضراب ويعتبروا حق مشروع بجميع أنواعه ولجميع العاملين وحكم آخر بيحضروا على العاملين في الدولة وجية نظرة ومن نفس المحكم حتى لو من دوائر مختلفة لكن من نفس المحكم المحكم الإضرابية العليا كيف ترى هذا اللغة؟ والله يتعمل بشوف الحكم الأخير حكم باطل يشوبه البطلان وأعتقد أن الإجراء اللي هيتأخذوا الزملاء المحامين المسكين القضية في مصر أنهم يطعنوا على هذا الحكم بالبطلان لمخالفة الدستور المصري إحنا من 2012 وأصبح عندنا نص في الدستور بيتكلم عن أن الإضراب السلمي حق ثم دستور 2014 بيتكلم عن نفس المبدأ ولكن حكم النهاردة اللي بنعلق عليه فيه في نصه في حيثياته جملة في غاية الغرابة يعني أن القاضي يضع قيود على تطبيق الدستور وكأنه جهة تنفيذية وده قاضي المشروعية قاضي مجلس الدولة اللي طول الوقت بيبحث عن إنفاز الحقوق العامة للمواطنين بخلاف سلطة الإدارة يعني فنلاقيه بيقول أنه الدستور من سنة 23 لغاية النهاردة ما فيهوش حق في الإضراب وبعدين بيقول أنه 2012 وبيذكر 2012 تحديدا أنه بعدين بيقول 2014 مشي على نفس النهج ولكن هذا النص غير قابل للتطبيق بذاته ويقصد بهذا الحكم أنه لازم يكون هناك قانون لإنفاز هذا النص وهذا حق يراد به باطل أو قول يشبه الحق ولكنه باطل بشكل واضح قاضي المشروعية لا يقيد بمثل هذه القيود ده مش قاضي محكم الجنايات مش واحد ضرب واحد أو واحدة يعمل استقناف على حكمة احنا بنتكلم عن النظام العام للدولة ونلاقي الحكمة ده كده بيقول أنه تعطيل الوظيفة العامة ما ينفعش يحصل فبناء عليه الإضراب غلط هو أنا في الوظيفة العامة دي جايب روبوتس يعني أنا حاطت آلات أو جايب عبيد يعني معنى كده أن أنا جيب موظفين أحطهم في هيئة من الهيئات وأنزع عنهم حقوقهم وآخر مرتباتهم ومدهمش الحوافز ولو قالوا هنوقف العمل أقول لهم لأ هنفصلكم وكأنه فعلا بيرجعنا مرة تانية للعبودية احنا هنرملكم لقمتين عيش وشوية شعيروا وتسكوتوا على كده خلاص يعني ما حدش فيكم يقدر يتكلم لأن حدثكم بيعطى للمصلحة العامة طب إيه هو تعريف المصلحة العامة سيدة القادمة المصلحة العامة مبنية على مصلحة المواطنين يعني في يعني ده مستحيل يكون حكم صادر من محكمة إدارية عليا يعني ده حكم صادر ربما مورسة ضغوط معنوية أو مادية على الدائرة ربما الظرف العام والحديث المستمر لرئيس الجمهورية عن عدم أهمية القانون مقابل إعلاء قيمة العمل ممثل دافع معنوي لبعض الأضان وهم يجودوا بهذا الشكل الغير مسبوق يعني أمر غريب إحنا عندنا أحكام محكمة السكة الحديد وصدرة في زور الدستورة واحدة السابعين وبتتكلم عن حق في الإضراب ومستندة في ذلك للمواثقة الدولية الحكم ده بيقول العهد الدولي ما تكلمش عن الأضراب المواثقة الدولية ما تكلمش عن الأضراب وفي حتة كده في التجويد قالك أنه اتفائيات منظمة العمل الدولية ما فيهاش اتفائية عن الإضراب لأنه حق يا حبيبي ده حق مكفول هعمل اتفائية عشان أنظم حاجة عليها خلاف لكن الإضراب حق ما فيهوش يعني الحق من الحقوق الأصيلة وهو حل أخير في إيدي العمال لما جاءت الإدارة تتعنت وما ترضاش تتفاوض وما تدفعش مرتبات وما تسمعش للنقابة العمال يعملوا إيه يفضلوا شغالين زي العبيد ما هيعملوا إضراب المسؤول هنا جاءت الإدارة اللي وصلت العمال لهذا الطريق المسدود وليس العمال وده بيتماشى مع اللي بيعملوا النظام وله في علاوات تانية عشان برضو اللي بيسمعنا ممكن يقولك طيب آه إحنا مش في وقت إضراب إحنا مش في وقت إن الناس توقف عجلة الإنتاج ماشي أنت عندك مشكلة إلجأ للقنوات الرسمية إشتكي لحد الوزارة إرفع دعوة على الشركة أي أن كان بعيدا عن تعطيل العمل خصوصا إذا كان عمل عام تمام أنا الوقت في حقوق فردية يعني حضرتك وقعت عليها جزء فأنا هروح أرفع قضية حضرتك بتتعنت ضدي وما رقتنيش فأنا هروح أرفع قضية لكن جاءت الإدارة ما بتدفعش الحوافز للموظفين مين هيرفع عضية على مين يعني نروح كلنا طب ما خلاص كل الموظفين يروحوا الصبح المحكمة عشان يوضعوا دعوة ما هو ده إدراب ما هو محدش يمشي الشغل بالمناسبة على فكرة وده الإدراب السلمي هو إيه الفرق من الإدراب المجرم قانونا والغير مجرم قانونا الإدراب الذي ينم لامتناع عن العمل دون إتلاف المنشأة ودون تخربها ده اسمه إدراب سلمي لكن لما جي أروح داخل على المنشأة مكسرها ومبوز المكان وقطع السلوك وأتل في الإنتاج ده ده حاجة بتهدد الصالح العام لكن سلامة سير المرفق هو ده أصل الصالح العام يعني مثلا وده بيحصل باستمرار مع عمال هيئة السكة الحديد عمال هيئة النقل العام عمال البريد طول الوقت اعتراضهم بيكون سببه الإدارة السيئة للموارد إهدار موارد الهيئة وأنا فتكر تحييف المصر اليوم اتكلم عن ميزانية ضخمة جدا بتتصرف على زي الموحد للكمساري والسواء اللي هم حاجم يلبسها طب السواهين بيعملوا إضراب بيقولوا دون الفلوس دي يا جماعة بدلا ما تعملوها وترموها في المخازن يعني واحنا ما بنلبسهاش أصلا فاحنا هنا بنتكلم عن الوسيلة الوحيدة حتى لو أنا عايز أخذ إجراء قانوني فكلنا كده لألفين عامين هنروح المحكمة ما هو ده اسمه إضرابه ولا هنسميه إيه ولا لازم نروح المحكمة فنروح نعطى المرفأ القضاء ونعطى المواصلات ونعمل تجامل في المحكمة فتجوا تحسبون إن إحنا بنعمل تجامل إلا إحنا بنقض مكاننا بنقض في المكان وبنقولي أدارة فهنا بقى قانونا اللي طالبها المحامين والحقوقيين بإحالة الأحكام إلى دائرة توحيد المبادئ ده بيحصل في حالات إيه وبيتم إزاي إحنا عندنا الوقت أحكام صدرة من محكمة الإدارية العليا بتقول إن الإضراب حق مشروع وأعادة العمال لأعمالهم بعدما الجهة الإضارة فصلتهم بسبب قيامهم بإضراب عندنا قديما المحامي الجليل رحمه الله نابيل الهلالي في حكمه الشهير في هيئة سكة الحديد وعندنا مؤخرا في 2012 و14 أحكام صدرة بعادة موظفين 2015 كمان لأعمالهم مرة أخرى في 2015 كمان ودول كانوا موظفين مجلس الدولة بالمناسبة عملوا إضراب داخل مجلس الدولة داخل المحكمة يعني ف وقاضي مجلس الدولة اللي تم الإضراب ضده وإدى أحكام صالح الموظفين لأنه قال ده إضراب سلمي لا فيهوش حاجة مؤسية الآن إحنا عندنا حكم بنشوف كمحامين إنه مخالف للدستور بس كمان هو مخالف لمبادئ أقرتها المحكمة الإدارية العليم فبنطعن على هذا الحكم بالبطلان وبنروح نقول للدائرة اللي بتنظر والله هذا الحكم خالف الدستور وخالف المبادئ المستقرة لدى المحكمة الإدارية العليا وبكده عندنا مبدئين متعارضين فلازم يتعرض المبدئين دول المبدئ اللي بيقول الإضراب السلمي حق مشروع في حكم 2015 والمبدئ اللي بيقول الإضراب مش حق اللي صدر أول إمبارح ده والمحكمة الإدارية العليا تعلي مبدأ عن الآخر طب ماذا لو أعلت المبدأ بتاع المبدأ المبدأ اللي بتعليه هو المشروع آآ الله غالب مفيش مفرق مفيش مفرق مزيش مفرق مفيش مفرق بتلجأ له يعني مفيش أي مفرق مجلس الدولة تعرض لكبوات كتيرة من من الخمسينات لغاية دلوقتي وتمت عليه ضغوط كبيرة جدا بعد الاعتداء على القاضي الجليل الصنهوري في حرم مجلس الدولة وأصدر أحكام كتيرة كان بينصاع فيها للسلطة التنفيذية بسبب الظرف السياسي ولكن مجلس الدولة نفسه قادر على تطهير نفسه طول الوقت وبيطلع من قلب مجلس الدولة قضاء يقدروا ينتصروا لمبادئ المشروعية وقضاء يقدروا طول الوقت ينتصروا للحقوق العامة وبينصروا الموظفين على جهة الإدارة لأنهم صحاب الحق الأصيل في تسير المرافق وأعتقد أنه وده تبقى للتاريخ القريب من 1950 لغاية النهاردة أكثر من مرة بعد صدور أحكام من المحكمة الإدارية العليا تخالف مبادئ المشروعية ومبادئ حقوقية ومواسق المنصوص عليها إلا أنه بيرجع مرة تانية مجلس الدولة يلغى هذه الأحكام ويعلي قيمة المشروعية وعندنا خير دليل في القضية بتاع ترانو صنافير الدولة كلها بكل أجهزتها تنازلت عن مصرية الجزر لكن محكمة القضاء الإداري قالت أنها مصرية محكمة الإدارية العليا قالت أنها مصرية في حكمين الحكم اللي ردت فيه الدائرة اللي كانت منصاعة للحكومة والحكم الأخير اللي قالت فيه أنه الجزر مصري وأنا يعني كل ثقة أنه ضد مجلس الدولة سينتصروا لحقوق المشروعية والحقوق العمال وأنه هيتم إقرار الحق في الإضراب كحق أصيل سواء كان في الجهات العامة أو الجهات الخاصة يعني الموظفين العموميين أو الموظفين القطاع الخاص حشوفنا النهاردة أصلا خبر عن القبض على عدد من موظفي أو عمال شركة غازل شبين بسبب أنهما نظموا إضراب للمطالبة بمستحقات متأخرة من ثلاث شهور وده ربما يكون تطبيق فوري بقى للمبدأ اللي أقرته المحكمة وبرضه بيطرح السؤال حوالين لحق قلت يعني هما بقالهم ثلاث شهور ما بياخدوش مستحقات مالية بيعملوا إيه إيه الأدوات المفروضة اللي جاءوا لها علشان بخلاف الإضراب علشان ياخد حقوق يسكوتوا يسكوتوا ويلموا من بعد كمان ثلاث شهور ويوردوها للدولة ويقولهم إحنا متشكرين أنتم مشغليننا عندكم وأنتم استحمليننا وإحنا عمال وحشين وقلالات الأدب وعايزين فلوس وإحنا مفروض نشتغل ببلاش عشان نساعد مصر ده اللي الحكومة عايزها للأسف يا تامري يعني أنا أنا مش قادر أتخال موظف مرتبه ملالين وفي النهاية مطلوب منه يتمنى عنه الحوافس ويسكت ولو يتكلم يتم الأفضل عليه طب من المصدرته ويتفصل من شغله يحيل الأحكام لدائرة توحيد المبادئ هل ألي المحامين نفسهم بياخدوها ولا المحكمة من نفسها بتعمل ده المحامين المحامين لازم يتعانوا على الأحكام اللي صدرت النهاردة يتعانوا عليها بالبطلان لمخالفتها مبدأ في المحكمة الإدراءة العليا ثم أمام يعني لما ينظر دعوة البطلان يتقدم عريضة فيها أنه في تعارض ما بين المبدئين وأنه نحن نريد دائرة توحيد المبادئ إذا الدائرة شافت أنه طلب سليم فبتحيل الدعوة لدائرة توحيد المبادئ اللي بتنظر ودائرة توحيد المبادئ أنا كل ثقة أنها ستنتصر لحق المشروعية وستنتصر للحق في صياء يعني صون الإضراب السلمي ويجعله مشروعا لأي لأي حد يعني لكل العمال يعني سواء كانوا عمال موظفين أو عمال عادين أو طلاب جمعة أو دكاترة جمعة وخلافه من أمور أو أطباء بالمناسبة يعني يعني لما يكون في طبيب ما عندهش أدوات وقاية ويقولوا لا خش اشتغل طب ما هو يضرب ما هو لا يخش يموت يضرب تمام واضحة صورة لما يكون عمال ما يخدش مرتبه شكرا يا تهم محمد عدل سليمان المحام